يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بكرة يا شباب بكرة يا ناس بكرة يا جماهير كرة قدم مصرية بكرة يا شعب مصري منتخبنا الوطني هيلعب أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026 نساند وندعم ونشجع وربنا يا رب يكرمنا مش عايزين نغيب تاني عن كأس العالم كنا موجودين 2018 غبنا 2022 ان شاء الله نبقى موجودين في 26 والأمور تبقى مش بعيدة فاكح لما اشتركنا في 2018 كان من 90 ما لعبناش كأس عالم لو وقعت مننا واحدة وقعت مننا كأس عالم ما توقعش التانية ان شاء الله ربنا يكرمنا مجموعتنا مش هقول سهلة بس الأمور جيدة نعرف نعدي نعرف نروح كأس العالم نبقى مركزين مش عايزة اقول سهلة بس عشان كنت قلت لكم من كام يوم او مبارح يعني انه كلمة سهلة دي بتخوفن ليه؟ نبيبيا وزنبيا وليبريا ومنتخبات يعني كانت مش موجودة خالص بسببها مرحناش كأس العالم قبل كده فهان ما نستهونش بس في نفس الوقت ما نبالغش نلعب بإمكانياتنا نلعب بصلاح نلعب بالنني نلعب بتريزيجيه نلعب بمرموش نلعب بزيزو نلعب بالشناوي نلعب باللعبة العظيمة اللي عندنا دي وان شاء الله نبقى موجودين في كأس العالم عندنا مدرم محترم جدا هو روي بيتوريا مدرم محترم جدا واصل فيه جدا بس الامور مش محتاجة ضغط دي مجموعة ممكن تلعب مش كويس قد بالك بقى انا بحاول اماهد لك بس التمهيد ده ملوش علاقة بالواقع معرفش الواقع هيحصل فيه احنا نشوف بكرة المباراة بس ممكن بكرة مثلا يعني منتخب جيبوتي الناس مستنية بكرة ان احنا نكسب 6-0 5 وفي الاخر مثلا تلاقي نفسك كسبت واحد واحد سفر حلوة اوي حلوة اوي فما تستناش النتائج الكبيرة تصفات كأس العالم وما تقولش منتخب صغير ومنتخب كبير كل واحد بيشترك في التصفات دي عنده طموح حتى منتخب جيبوتي لو سألت لعيبة منتخب جيبوتي والمدير الفن منتخب جيبوتي هيقولك اه لأ موصلتش لكأس العالم يا جدع انت معاك منتخب مصر ومنتخب بوركينا ومنتخب سلاليون ومنتخبات يعني حلوة يعني انت عايز تخش كأس العالم اه ليه لا ما قبل كده في منتخبات اصغر مني زي توجو مثلا انا وصل كأس عادي يعني انا ممكن العب في كأس العالم فكله عنده طموح كله عنده هدف كله عنده حماس كله عنده رغبة بس احنا اللي عندنا الامكانيات احنا اللي عندنا النجوم الكبيرة واحنا اللي عندنا مدرب عظيم فان شاء الله ربنا يكرمنا ومرة اخرى حضراتكم مش محتاجين دعوة مش محتاجين اقولك يا فندم روح بكرة شجع منتخب مصر مش محتاج اقولك انه منتخب مصر محتاجك مش محتاج اقولك ان انت ليك دور زي ما اللاعب لي دور والمدرب لي دور وإدارة اتحاد الكرة ليها دور انت دورك اهم اصلا من كل دول انت الدور الاهم عشان نوصل لكاس العالم لما بنوصل لكاس العالم انا وحضرتك واللي جنبك كلهم نبقى وسطين وفرحنين وراسنا في السماء فنعمل دورنا فطبيعي هتعملوا انا متأكد ان شاء الله انا مش مع الناس المتشأمة انه الاستاذ بكرة يبقى فاضي ومش هفيش حد يشجع منتخب مصر لا لا انا عارف انه بكرة الناس هتسحى من النوم اللي هيروح شغله ويخلص شغله يطلع على الاستاذ اللي عنده اجازة بكرة هيبقى مجهز نفسه ان يروح على الاستاذ عايز بكرة اشوف الواجل ومراته ولاده والده والدته عايز شوف اصهر كده والناس تبقى حلوة في المدرجات حلوة دي اقصد بيها ان احنا رايحين خروجة رايحين نزهة لما تروح لمباراة كرة القدم زي ما بتروح السينما زي ما بتروح المسرح والتذاكر اصعارها رخيصة جدا جدا يعني ارخص خروجة هتخروجها انت ولادك دلوقتي ارخص خروجة الملعب بكرة او مشاهدة المباراة بكرة ارخص منها رايح تتفرج على مين بقى رايح تتفرج على محمد صلاح احد افضل لاعبي العالم رايح تتفرج على محمد النيني يلاعب ارسنال رايح تتفرج على لعبة الزمالك اللي بتحبها رايح تتفرج على لعبة النادي الاهل اللي بتحبها رايح تتفرج على منتخب مصر منتخب مصر فانت كيه كيه جزبان بكل المقاييس ان شاء الله يعني